من داخل مستشفى النزهة ننشر لحضراتكم صور الممرض صاحب وقاعة الكلب بعد نقله الى المستشفى وهو الممرض عادل سالم المجني عليه في وقاعة اجباره من قبل طبيب على السجود لكلب بعد تعرضه لوعقة صحية شديدة نقل على اصارها الى مستشفى النزهة وكان المستشار حماد الصاوي النائب العام امر بالتحقيق في وقاعة المقطم المتداولة الخاصة باهانة طبيب بجامعة عين شمس ممرضا وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان الفيديو تم تصويره داخل احدى مستشفيات بالقاهرة ويظهر في الفيديو المتداول ومدته اربع دقائق طبيب وشخصان يرتديان زي امن اداري ويمسك كل منهم بطرف حبل ويقوم الممرض المسن بالقفز من فوق الحبل كما يظهر في الفيديو معاتبة الطبيب للممرض على اهانته ثم يطلب من الممرض الصلاة والسجود للكلب بينما يلح المجني عليه على الطبيب على عدم اجباره على ذلك ولقى الفيديو استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطلبه بسرعة ضبط الطبيب والتحقيق في الواقع